الموخ بيتكون من نيورنز أو خلايا عصبية الخلايا عصبية دي بتتصل ببعضيها عن طريق إشارات عصبية أو إشارات كهربية زي كده سلك الكهرباء كل جزء السلك بيوصل الكهرباء لجزء اللي جنبه وجزء اللي جنبه يوصل الكهرباء لجزء اللي جنبه لحد ما يبقى عندنا سلك كامل ماشي فيه كهرباء أو مخ كامل ماشي فيه كهرباء كهربة المخ دي بقى كلها مع بعض هي الوعي الوعي هو اتصال كل أجزاء المخ مع بعض عن طريق الكهرباء أو الإشارات العصبية دي وعيك اللي بيخليك عارف انت مين وفين وامتة وعاوز تبقى ايه وعيك اللي بيخليك تفهم العالم الخارجي وتتصل بيه إزاي بقى بيحصل في المخ عملية ترجمة كل المعلومات دي مع بعض عشان بالبساطة بتبقى واعي بيها بالشكل دا فأنا لحد دلوقت يدلسه مش معروف بيحصل ازاي المهمة، السؤال بقى كدا هل انت على طول بتكون واعي سواء كنت صاحي او نام؟ اه انا على طول بكون واعي سواء كنت صاحي او نام طب أمهال ايه بقي هو اللوعي شائع او العقل البطن مدام انا على طول ببقى واعي كدا بين هو العقل البطن؟ أنا وعي.. بين هو اللوعي بقى؟ في الحقيقة العقل البطن في الأول والآخر utilizing واعي بس وعي انت مش مدركه او ما عندكش اوير نسبيه وعي انت مش مركز عليه هديك مثال الشعبان عنده امتحان فيزيا كمان اسبوع شعبان قاعد يذاكر كل يوم لحد ما اصباه خلص وجاي معاد الامتحان شعبان وهو رايح الامتحان قبل ما يدخل وحس زينا كلنا انه مش فاكر ولا كلمة من اللي ذاكره لحد ما شعبان دخل الامتحان وشاف السؤال الاول وده فكره بالجزء اللي كان ذاكره اللي فيه اجابة السؤال الاول وشعبان هل السؤال الاول لقد ادخل لالتحان seine 사람 بإفكرشي شعبان راتب السؤال التاني وحسن هذا اذاك ما افكره بالجزء اللي فيه اجابة سؤال التاني وحسن وتشاعبان اثر اول الدفع المهم يعني من كل القصة دي وقلة الأدب اللي حصلت فوقت إجابة السؤال الإجابة هي الوعي وباقي الكتاب هو اللاوعي أو العقل الباطن بمعنى أصح العقل الباطن أو اللاوعي هو الأصل أو الكل والوعي هو الجزء من المعلومات من عقلك الباطن اللي انت رصيدها ومركز عليها دلوقتي طيب يعني العقل الباطن والوعي عبارة عن كهرباء وكهرباء يعني نقدر نقسها وطبعا مش يستنوني نقسها في سنة 1924 العالم الألماني هانز بيرجر عمل أول رسم مخ بجهاز رسم مخ أو الإي إي جي طبعا رسم حلو وكيوت وكل حاجة بس بعد كده اكتشفوا أن الرسم ده بيتغير على حسب حالة الشخص اللي كان بيرسمه مخه وقته أوقات الأشراط العصبية دي تبقى أبطأ أوقات تبقى أسرع يعني رسم المخ اللي هو عبارة عن الكهرباء بتاعة المخ اللي هي عبارة عن وعيك ولا وعيك اللي هم كونوك أنت شخصيا الرسم ده بقى بيتغير يعني أنت نفسك بتتغير هاريس وهنا ظهرت أنواع للوعي سمناها brain waves أو الموجات الدماغية لأن القرية بتاعة الكهرباء بتكون على شكل موجات زي ما شفنا في الصورة بتاعة رسم المخ بتاعة هانز بيرجر من شوية لما نيجي بقى نقرأ الموجات دي بنلاقي أن ليه عدد معين كل ثانية العدد ده بيمثل سرعة الإشارات العصبية أو الكهرباء بتعمل كام سايكل أو كام لفة في المخ كل ثانية يعني دلوقتي لو عملت لك رسم مخ وانت مركز معي دلوقتي هلاقي أن أغلب موجات دماغك أو dominant brain waves عندك سريعة وعملة من 14 ل 30 لفة في الثانية وهنا بنسميها بيتا المستوى ده من السرعة بيدينا مستوى إدراكي بيخلي وعيك قادر يستخدم options معينة من عقلك الباطن بيساعدك تكون مركز في شغلك مركز في المحاضرة اللي تسمعها قادر تحل مسائل قادر تحلل أي موضوع باختصار بتبقى مصحصحة عشان كده القهوة ومشروبات الطاقة بتزود موجات بيتا في الدماغ عشان كده بتبقى مركز ومصحصحة أكتر لو جيت بقى سريحت شوية وعملت لك رسم مخ وانت سرحان هلاقي أن موجات دماغك بتلف بسرعة من حوالي 9 ل 13 لفة في الثانية وهنا موجات الدماغ بيكون اسمها alpha موجات alpha بتبقى أبطأ من بيتا بس هل هي النقدر نقول إن الوعي قل؟ الوعي ما قالش الوعي بقى أبطأ أو خلينا نقول ما هييته اتغيرت وإداك أبطأ جديدة مختلفة أو مستوى إدراكي مختلف من عقلك يعني آه أنت بتكون وعي وانت سرحان بس مثلا لو حد تكلمك ممكن ما تسمعوش يعني كتق ابن زغلالة من شايف لقدامك كويس في الفة انت بتقدر تتخيل أحسن تفكر أحسن إحساسك بالزمن كمان بيتغير يعني لو انت راكب مواصلات مثلا وقعد سرحان فاجأة لقي إنك عدت مسافة كبيرة مثلا وانت سرحان كامل ألفة بتضيك أوبشن انك ممكن تراح شوية وتعمل بعض المهمات البسيطة من غير ما تحتاج انك تركز اسأل مثلا أي حد بيسوق عربية هيقولك إنه أغلب وقت السوء بيبقى سرحان أصلا مش مركز ومع ذلك بيسوق كويس ومش بيخبط في حد وبيلاقي نفسه قطع مسافة كبيرة جدا هو سرحان أو مثلا وانت بتمشي او بتسوق عجلة مش بتقعد تركز في كل حركة بتعملها وانت بسوق العجلة لأنك لعملت كده هتتلخبط وممكن تقع كمان وتبقى محتاج تبزل مجود كبير من التركيز انت في بداية تدريبك على سوق العجلة بتكون بيتا لحد ما تتعود وتتعلم كويس بزاية تسوقها ومن هنا ألفة هي اللي بتحكم في سوق العجلة وبتريحك بقي حياتك من سوق العجلة وألفة بتبان قوي في بعض الألعاب على الموبايل زي لعبة 2Dots لعبة بسيطة جدا وقونينها بسيطة بس بتحتاج سرعة بديها كبيرة اللعبة دي لو انت مركز فيها وانت بتلعب أو كنت بيتا بمعنى أصح هتجيب سكورة أقل بكتير من لو سرحت ولعبتها وانت ألفة نيجي بقى للرابع نوع مش تالت نوع موجات Delta في Delta بتكون عدد الموجات من موجة لثلاث موجات في الثانية Delta هي الموجات اللي أعلنها بيعملها وإحنا نامين في مرحلة حركة العين الغير سريعة أو Non Rapid Eye Movement اللي هي مرحلة النوم العميق اللي مش بنفتكر فيه أي أحلام في المرحلة دي الشعور بالزمن بيتمدد جدا وبنقدر نحلم سنين كاملة من الأحلام بس مش بنفتكر أي حاجة منها لأن الزكرة في المرحلة دي بتبقى ضعيفة جدا أو شبه معدومة لحد دلوقتي مش قادر أقولك إيه هو الهدف من Delta لأن العلماء والفلاسفة لحد دلوقتي مش عارفين أو مش قادرين يحددوا إيه هو الهدف من الأحلام أصلا أو ليه إحنا بنحلم بس في Delta تقدر تقول إن بيحصل عملية هيلنج لعقلك أو كانك تعمل ستارت لنفسك يعني مثلا لما بتنام الدايق أو كان عندك اكتئاب أكيد بتحسس إنك لما تصحبت أحسن شوية أو مزايا لما كنت قبل ما تنام كمان حاجة من وظيف دلتا هي تثبيت المعلومات اللي حصلت عليها على مدار اليوم في الزكرة ستات أو ترونسستات وإحنا في سيتا موجودة الدماغ بيكون عددها من أربعة لتمن لفات في الثانية سيتا هي المسؤولة عن الإلهام والعبقرية والقدرات الخريقة عند الإنسان وخاصة الجزء الأخراني منها اللي هو من ستة سبعة تمن لفات في الثانية حسنا حلو قوي أكيد عايز تعرف إمتى بندخل في سيتا عشان تبعة بقارية بس الأسف نحن بندخل في سيتا لمدة ثانيتين بس في اليوم سيتا هي المرحلة بين النوم واليقظة هي الثانية اللي بتبع موجودة بعد ما تصحى والثانية اللي بتبع موجودة قبل ما تنام يعني مش هتقدر تبع بقارية يالله قفل حلقة يالله خلاص كده سيتا هي المرحلة اللي بنكون فيها ما بين اليقظة والنوم يعني احنا مش بنقدر نستفيد من كل أبشن سيتا اللي بتدهني بس هل ده معناه اننا ما نقدرش ندخل سيتا بشكل إرادي ونقض فيها فترة أطول زي بقى الموجات التانية؟ ايه هي كل طرق دخول سيتا؟ وازاي نقدر نستغلها؟ ايه هي كل الحاجات المجنونة اللي هنقدر نعملها واحنا في الحالة دي؟ ايه الطرق اللي اي انسان في الدنيا ممكن يعملها عشان يدخل سيتا بكل سهولة ويستغل كل قدرته؟ شطحات فكرية نص مراية مش برنامج تنمية بشرية في البرنامج انا هتعلم ازاي تستخدم اكتر بكتير من العشرة في المال اللي بتستخدمهم في عقلك فعقلك وليس مخك زي ما قلنا من شوية ان الاشارات الكهربية بتمشي في كل اجزاء المخ وكل اجزاء المخ شغالة وبطرق علمية وعملية ومتجربة بالفعل من خلال البرنامج مش هبالغ لو قلت ان السيتا هي سر الكون هي تفسير لاغلب الظاهر الخارقة اللي مش ملقالها تفسير لحد دلوقتي سيتا بتدخل وبتستخدم في كل حاجة في حياتنا في السياسة في الدين في الطبيعة في العالم في الميتافيزيكس وزوار الخارقة ايه التجارب اللي اجازة المخابرات والاتحاد السوفيتي كانوا بيستخدموها عشان يدخلوا في الحالة دي وايه كان الهدف منها هل الالهام والعبقارية مجرد صدفة ولا ممكن اي انسان في الدنيا يبقى عبقاري ازاي في ناس قدرت استخدم سيتا عشان تغير تاريخ البشرية كلها وفي كان واحد قدر ياخد جاهزة نوبل عن طريقها ليه توماس اديسون كان بيحب انه على مدار اليوم ينام نوم خفيف وهو قاعد على الكرسي بتاعه بالشكل ده ازاي اينشتاين اكتشف النسبية وايه هي حكاية حلم اينشتاين ازاي نيلز بور جات له فكرة الستركشور بتاع الزرق اللي كلنا اخذناه في المدرسة ازاي اوبست كيكوليه اكتشف حلقة البنزين وازاي بانتنج اكتشف الانسولين ازاي اغاني ومقاطع موسيقية وراوايات عالمية تكتبت بالكامل من خلال سيتا ازاي اكتشفوا مكنة الخياطة والانفانيتي وحاجات تانية كتير وكل ده وراه سر واحد بس سيتا شطحات فكريه مش مجرد برنامج علمي بس شطحات فكريه هو برضو بحث خاص بيه هيكون في الحلقات معلومات علمية كتير واحط الأدلة عليها والمراجع اللي جمتاها منها في الدسكريبشن تحت لكن باقي المعلومات اللي هقولها هتكون ربط بين كل المعلومات دي وبردو بشكل علمي ومنطقي ده غير تجارب عملية عملناها هنا فعلا عشان نتأكد من صحة المعلومات دي وبس استنونا في حلقة تانية من شطحات فكريه نوس مرايه إبراهيم مكدي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة